موسيقى مرحبا وحياكم الله من جديد واليوم رح نتكلم عن نظام ممكن يلعب اللاعب سواء بالأبيض أو بالأسود هذا السيستم يختلف عن نظام الافتتاح أو الدفاع مثلا دفاع كاروكان شفنا في حلقة سابقة كاروكان في ربع ساعة من ناخذ فكرة عنه وبعد ما نلعبه نبتدي نبني عليه شوي شوي هذا السيستم تتبعه ممكن سواء لعبه الأبيض سواء لعبه الأسود سواء بالأسود لعبه الأسود أو لعبه الأسود وبالأبيض أيضا تستخدمه دعنا نبتدي نشوفه أنك تبتدي نقلتك بنايت F3 هنا ممكن يلعب D5 أو C5 أو 9 F6 شنو ما يلعب نحن نتبع الطريقة نفسها نشوف D5 هنا تلعب G3 السيستم هذا الذي هو King's Indian System نفس طريقة الدفاع الهندي للملك King's Indian System G3 هنا ممكن يلعب Knight C6 وممكن يلعب E6 مثلا إذا لعب E6 Bishop G2 Knight F6 وانت هنا تلعب D3 أو Tabet الفكرة أنك تبع طريقة واحدة لعب Bishop D6 تلعب D3 هذا هو السيستم هذا السيستم خاصة اللعبين اللي تصنيفهم بال1000 1200 1200 لغاية 1500 ممكن يستخدم هذا السيستم بحدود المعلومات اللي أعطيكم ياه في اللقاء اليوم وايضا تشوف بعض اللعبات حق لعبين أو تحلل مبارياتك فتبني على هذا السيستم اللي شاكل الهن في إنه ممكن يلعب Knight C6 نفس الطريقة ما نغير نظامنا لشوب G2 ممكن يلعب E5 تلعب D3 يلعب Knight F6 تلعب Tabit لاحظ هني هذا السيستم مالنا وهو الأبيض بلعبته D3 يحاول يمنع E4 فإذا بيتنا في هذا الوضع ممكن أنه يلعب H3 في يمنع أحصان أنه يروح على عفوا على البيشوب أنه يروح G5 فإن نقل نقلة E4 في هذا الوضع يمكن يلعب E6 و يمكن ترد E4 الوضع قاعد نمشي على نفس السيستم هنا ممكن يلعب D4 D4 هذي إذا لعب ها ما تفعل الآن تحاول أنك توجد هجوم للملك على الملك أو في جناح الملك لأن بس ما ترح الهجوم جناح الملك إلا إذا لعب مثلا النقلة مثل D4 لأن هنا يتسكر center لازم يتسكر center لكي نلعب على الأجنحة فإحنا هدفنا مثلا ممكن تلعب N8H4 أو حتى تلعب N8E1 الواحد يقول لي N8E1 أتراجع بالحصان أنت تراجع لأن الفكرة أن اللعبة القادمة ستلعب F4 فعند هالنقلتين يعني تختار بينهم واللي أنت تفضل يا N8H4 يا N8E1 والفكرة أن تلعب بعدها F4 ويصير بعد ما تسكر center يصير عندك هجوم على جهة جناح الملك طيب هنا لما لعب لنا لعبنا B2 B3 B2 N8BD2 هنا هدفنا أن التعبئة نكملها طيب إذا ما لعب H6 أو أنت مثلا إذا حاب أنك ما تبيت هنا يمكن تلعب بشوب جي أف ممكن تلعب بشوب جي فايف رج نشوف ها هو باللعبة السابقة لعب H6 فمنعنا فمنعنا نحن بيتنا سوينا التبييد فهو لعب H6 هنا إذا حاب أن نلعب بشوب جي D5 قبل لا يلعب نقلة H6 في هذه الحالة لو لعب H6 الطريقة هذه بالسيستم هذا نلعب بشوب F6 يأكل بالكوين ونلعب Nc3 ونلاحظ Nc3 معناته عندنا ضغط على مربع D5 ونظر فكرتنا مثل ما هي أن نلعب E4 بلحظة مناسبة إذا نكمل بشوب E6 تبيت مثلا يلعب بشوب D6 يوجد E4 ونكمل كل أفكارنا لو يلعب D4 لا لدينا أي مشكلة نرجع Nc2 ونتطلع نقلة الشارب الحادة اللي هي F4 يعني ممكن نرجع D2 بعدين ونلعب F4 هذه فكرتنا أن نكسر سلسلة الأسود اللي هي E5 و D4 و نلعب نقلة F4 مع هجوم من ناحية جناح الملك طيب لو فرضا نلعب C5 وكأن نريد سيسليا الفكرة هي نلعب بشوب G2 Nc6 بشوب G2 الحين G6 مثلا يلعب هو F2 هذا يعني دا ما لعب D5 وكأن تلعب D3 بشوب G7 وبعدين E4 تشكيل مثل Maltes Cicillian ولكن نحن ماشيين على مالنا يلعب D6 مثلا تبيت E5 إذا لعب نلعب Nc3 والفكرة عندنا أيضا F4 يعني النايت يلعب F3 ممكن نلعب H4 ممكن نلعب D2 أو بعد ما نطلع فينا ممكن نلعب D2 أو نلعب E1 ونلعب F4 حتى في أفكار F5 في هذا الوضع مثلا نلعب الأول يلعب الأسود G7 سنلعب H4 تبيت و F4 هنا كملنا طريقتنا اللي إحنا حابين نلعب ممكن أفكار بعدين في حتى F5 يعني أو هو ممكن يلعب F5 هنا الأسود يبي صد تقدم بيدقنا يعني إلى F5 هذا باختصار إحنا نلعب ها بالأبيض طيب وإذا حبينا نلعب هذه التفريعة بالأسود كيف يمكن تكون خلكم معي وخلا نشوف لو إحنا كنا بالأسود مرحبا بكم مرة أخرى والحين إذا كنا بالأسود ونلعب نفس التفريعة أو التفريعة هذه التي هي كينغ انديان فورميشن الأبيض يمكن أن يلعب E4 D4 نحن نستمر في نفس الطريقة مثلا سواء لعب E4 D4 C4 F3 نفس التفريعة نحن 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 يمكن يلعب E4 يمكن يلعب D4 إذا لعب D4 مثلا D6 C4 Nf6 Nc3 G6 E4 هذا كينغ انيان يعني بيشوب G7 Nf3 تبيت يمكن يلعب عدة نقلات هنا لكن سنقول Bd3 وBg4 نحن هذه الفكرة التي معنا لا تحتاج في هذه الحالة لما لعبنا بيشوب G4 لا يحتاج انك تكسل على طول في Filtex ان الفيل ياخد الحصان لا تنتظر لما يهاجم فيلك مثلا بال H3 وبعدها انك تاكل على F3 وفكرتك انه تلعب E5 ممكن اذا وضع ما يسمح عندك 9d7 وبعدين تلعب E5 وبعدين F5 بس مثل ما قلنا F5 نلعب اذا لعب الابيض D5 مثلا اذا تسكر السنتر فنقدر نلعب بعدين F5 طيب ممكن يبتدي ب E4 نلعب D6 يلعب D4 نلعب F6 وهذا اللي يطلق عليه البرك defense هو مثل تشكيلة الكنجين لكن هذي تفريع او دفاع البرك كنت تلعب بها الحالة لكن التشكيلة اهي اهي الكنجين الكنجين نلعب C3 مثلا G6 E5 نرجع ممكن يلعب عدة نقلات عندها ممكن يلعب نلعب C6 وبعدين نلعب E5 ممكن يلعب نقلة اخرى بدلا F3 مثلا ممكن يلعب Bishop E3 أيضا Bishop G7 QD2 هذه الفكرة عند الابيض هنا ان يلعب الابيض Bishop H6 ويكسر الفيل مع الفيل ويبيت على جناح الوزير في هذه الحالة هذا الوقت ممكن تأخر تبيهة الملك يعني نقلة الابيض وتأخذ بالإعتبار مثلا ممكن تلعب A6 هذه ممكن تلعب ها وممكن بفكرات B5 وممكن تلعب C6 بنفس الشيء بفكرات B5 فبشكل عام هذا فكرة Kings Indian Formation تشكيلة Kings Indian للعبين خاصة اللاعبين خاصة ما لهم نقول علي 1000 1100 1200 1300 1400 500 حتى 1500 ممكن يلعبون هال فورميشن بالأبيض والأسود حق الشخص اللي ما يبي يدرس افتتاحيات وايد ما يبي يتعمق وايد بالأفتتاحيات مع هذا لكن لو تلعب تذي راح تبني انت بنفسك تشوف مبارياتك تحللها الكمبيوتر موجود في اللي اليوم كينغ انديان تشكيلة دفاع الكنغ انديان وهذه التشكيلة تستخدمها بالأبيض وبالأسود تفهم الأفكار تعرف انه هدفك انك تلعب بالأي 5 هدف تلعب بالأف 5 او اذا كنت بالأبيض تلعب بالأي 4 وبعدين الـ اف 4 اشتركوا في القناة